السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل مومي ولكل ميس طلبت مني تأسيس سلسلة تأسيس الجرامر انا عملت لكم نوتس كده بالترتيب اللي مفروض نشتغل بيه كورس الجرامر والمومي اللي طلبوا كورسات باسعار مخفضة والمس اللي سألتني على كده للأسغل ما عنديش وقت دلوقتي بس ممكن اعمل لكم السلسلة دي هتلاقوها ان شاء الله نبتدي هتلاقوها موجودة على النساب بتاع القناة هنزل كل اسبوع فيديو عن الموضوعات اللي هنتكلم بيها دلوقتي بحيث نخلص level 1 كله ونبتدي في level 2 جرامر برضو ان شاء الله تمام؟ لازم عشان اأسس جرامر لازم امشي بترتيب معين اللي هو اول حاجة لازم ابنك يعرف يعني ايه اسم يعني ايه اسماء يعني ايه ناونز يعني ايه اسم والكلمة القدامه دي ازاي يعرف ان هي ناونز اما تكون person شخص think شيء idea فكرة يعني شيء غير ملموس place مكان animal يعني حاجة person زي احمد مريم اناس كل الاسماء بتاعتها الperson الاشخاص دي ناونز اسماء طيب think الاشياء زي turban دي باردو ناونز idea زي love حاجة مش بقدر همسكها زي الحب love place مكان زي school hospital كل الحاجات دي ناونز زي animal زي giraffe lion كل الحاجات دي ناونز تمام؟ وتاني حاجة لازم اعرفها عن الناونز انواع الناونز اللي هي common noun proper noun collective noun كل ده هتلاقوه موجود في الكورس تاني حاجة لازم يتعرض على ابنك الverb الافعال ويعرف ان الverb هو عبار عن action ويبتدي ان هو يحفظ مجموعة افعال رئيسية لا يستغنى عنها زي eat run jump drink تمام؟ وبعد كده بيدرس تالت حاجة subject pronouns اللي هي دمائر الفعل بتكتها طبعا اللي هي he she will eat will we will they وكده وبعدين هي درسة singular اللي هو الجمع والمفرد ازاي اخلي الكلمة اللي قدامي جمع والمفرد وبعد كده هي درسة الاه والان وبعد كده نخش على الـ to be verb to be هندرسه في الـ present في المضوع والباست اللي هو في المودي وهنتكلم عليه negative وهنتكلم عليه ازاي نعمله question سؤال بـ yes or no question او الـ wh question وكمان بعد كده بعلم ابني الاسماء الاشعار اللي هي this that those these تمام وكمان بدرس له there is with there are وبعد كده الhow many والhow much وبعد كده بحاول ادخل بقى في الازمنة اللي هو يتعامل بيها وفيه اسلوب معين يتعامل مع الطفل بي في شرح الازمنة مش زي الاسلوب بتاع الكبار ان شاء الله هنشتغله مع بعض اول حاجة هندرس present continuous positive والnegative وازاي اعمل question وكمان هندرس sample tense present وpast و هندرس كل انواع الpronoun سواء الpronoun subject pronoun او الobject pronoun تمام او possessive pronoun كل انواع الpronoun هندرسها واخر حاجة هندرس الadjective noun الadjectives اللي هي الصفاط وكده نكون خلصنا اول level من grammar وكل درس هتلاقوه موجود باستفاضة يعني باذن الله ولو استفدت من الفيديو بسيش تعملي like وشير للفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة